بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين الحد الاول من شهر توت اول حد في السنة الارطية دايما محجوز للقديس يحن المعمدان كل القراءات اللي فيه بتكلمنا عن القديس يحن المعمدان طبعا عارفين احنا بنحتفل بعيده يوم اتنين توت يعني كان يوم الاربع اللي فات وقراءات اتنين توت مختلفة عن قراءات الحد الاول مع ان الاتنين يحن المعمدان في اتنين توت حنلاقي الحدثة الصعبة بتاعت استشهاد يحن المعمدان مع ان هيروودس عارف انه بار وقديس وعارف انه معلم عظيم يقول كان يسمعه بسرور وكان بيهابه وحتى بعد ما حطه في السجن بيقول كان يحفظه ويهابه لكن بنلاقي موقف غريب حصل تيجي البنت الصغيرة ترقص وتعجبه وهو سكران ودي نهاية الحفلات اللي فيها الكلام ده تنتهي بمقاسي قالت له هو انا دهة وقال لها بصي بقى اطلبي اي حاجة انت عجبتيني قوي راحت لمامتها قالت لها رأس يحنى على طبق ياه البساطة دي هذا الرجل العظيم يموت الموتة الصعبة دي بكلمة من واحدة مش مزبوطة مش كويسة يتقطع رأسه ايه المأساة دي حاجة توجه على القلب القديسين يموتوا كده القديسين يتبهدلوا كده القديسين يتهانوا كده القديسين يتظلموا كده تعالوا بقى نشوف النهاردة السيد المسيح بيقول عليه ايه قراءات النهاردة وجه اخر وتمجيد عظيم للقديس يحنى المعمدان ايه القديسين ممكن يتظلموا ايه القديسين ممكن يتهانوا ويتبهدلوا ايه القديسين ممكن الناس ما تعرفش قيمتهم ما تعرفش قيمتهم وهم لا يستحق العالم وطئة قدمهم زي ما قال في عبرانين لم يكن العالم مستحقا له من بره ايه متبهدلين مطاردين مسجونين مظلومين لكن في الحقيقة قديس يحنى المعمدان ده ربنا مجده بشكل السيد المسيح شهد له وليس في موليد النساء نبي اعظم من يحنى مفيش زيه في البشرية من الانبياء ياه فعلا ليس من يمدحه الناس هو المزكة بل من يمدحه الرب مش اللي الناس بتكرمهم وتكبرهم وعملين اسماء لامعة في الدنيا هم دول المكرمين عند ربنا لا 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 فيه ناس بتدور على الكرامة من الناس يحنى ما كانش كده يحنى كان بيتمم مشيئة ربنا في حياته بس مش عايز حاجة تانية لا مش عايز حاجة تانية طيب فوزة الحياة الخشنة الصعبة اللي انت عيشها محروم من حاجات كتير وبتتهان وبتتظلم وتتسجن ظلم وفي الاخر تموت كده فعز شبابه يقول ايه القديس يحنى السؤال اللي احنا نسأله طب يا ترى قديسين دول فوزة الظروف دي كلها فرحنين ولا مش فرحنين اول ما جاء السيد المسيح قال ايه فرحي هذا قد كمل انا فرحن بربنا لكن اكتر لما تممت رسلتي وعمت حمل الله حامل خطية العالم وشورت عليه والناس بدأت تسيبني وتتبعه فرحي هذا قد كمل تممت رسلتي خلاص مش مهم اي حاجة تانية طيب جاهز للسماء جاهز شهداء كانوا كده جاهزين للسماء في اي وقت ام صغيرين ام اكبار ام مش شاي الهم حاجة في الارض جاهز للسماء في اي وقت يحنى ما كانش مستني حد يطلعهم السجن يحنى كان فرحان انه تمم رسلته قالوا له ده الناس بتسيبك وبتروح للمسيح قال لهم فرحي هذا قد كمل ينبغي ان ذاك يا زيد واني انا انقص من له العروس فهو العريس كنيسة العروس ده عريسها وانا اشتغل عنده خدام عنده ومن محبته واحسانه الكبير خلاني صديق لي يعني يا رب كل اللي يشتغل معك يبقى صديق ليك طبعا طبعا سيد المسيح جاي عشان يصادق البشرية ففرحان يقول اما صديق العريس فياقف ويفرح لاجل صوت العريس ما يجي صوت العريس كده يبقى فوق فرحان فوسط الديقة فرحان فوسط السجن فرحان فوسط الزلم فرحان يتمم رسالته ويشهد للحق ففرق كبير بين الوضع اللي احنا بنشوفه من برة ان الشخص مظلوم ومتهان ومرمي في السجن واتعطل عن خدمته وفي الاخر يتقتل بالطريقة دي ايه ده ايه ده هو عمل حاجة غلط في حكم عليه ايه يعني القتل ده افضع عقوبة عمل ايه هو عملش حق بيشهد للحق بس فالظلمة لا تحتمل النور الظلمة مش مستحملة لان العين المريضة تستحملش النور تستحملش النور فهي عايزة تخلص منه لكن في الحقيقة ده هو دخل الى المجد فاكرين السيد المسيح وبيكلم تلمي زي عمواس بيقولوله يا خسارة يسوع النصري ده كان حاجة روعة نبي مفيش زيه مقتدر في الاقوال والافعال وكنا نرجع نهو المزمع ان يخلص اسرائيل وحاجة عظيمة جدا قال لهم بقى كده برضو تفكروا في ايه انتم مش عارفين الطريق للمجد ايوا الغبيان والبطيئة القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء اما كان ينبغي للمسيح ان يتألم بهذا ويدخل الى مجده الالام هي اللي بتهيأنا للمجد القديسين كانوا فرحانين بس كانوا شيرين صليب عارفين ان في العالم لهم ضيق عارفين ان فيه تعب القديسين دول اللي احنا شوفوا بنمجدهم وبنرفع لهم الايقونات دول تبهدلوا وتهانوا واتف عليهم واطلطشوا على وشهم مردوش واحتملوا آلام وإهانات تفوق الوصف نارضح من عيد بعيد قديسة صغيرة عندها تسع سنين اتبهدلت لكن مسكت في المسيح بكل قلبها ايش عيا شاهد لربنا كان فيه ملك شرير جدا في شيخخط اللي هو منسة ومرحمش شيخخط في الاخر نشره بمنشر لكن ايش عيا ده ايه ده ممجد في السم فاحنا لازم نفهم نكون ناظرين الى الامور التي لا ترى لانها ابدية مش الى الامور التي ترى لانها وقتية مش بصين احنا في العالم عايزين نعيش سعداء ونتلزز بامور العالم ومصرات العالم احنا عايزين نستمتع بالسماء فهنشيل الصليب هنا والمسيح مضحكش علينا قال لنا انه فيه باب ديق وفيه طريق كرب مضحكش علينا تاني حاجة مهمة ان القديس يحنى ده وجوده فيه ناس استفادت بيه وفيه ناس ما استفادتش اول نقطة انا قلتها ان منظر يحنى المظلوم مش هو ده النهاية ده دخول الى المجد وكل واحد هيمشي بطريق القديسين يشيل الصليب كده يستحمل التعب والاهانة او الظلم ده في طريقه الى المجد من اجل المسيح يحتمل يتمجد مع المسيح ان كان يتألم معه او يتألم من اجله تاني حاجة ان وجود القديسين في حياتنا ده فرصة لا تعود عشان نستفاد ونتعلم يحنى كان في قصتهم عملوا ايه استفادوا ازاي عملوش حك ما امنوش بيه برروا انفسهم بدل ما يبرروا الله ويدينوا انفسهم ويتوبوا ما هي التوبة تيجي ازاي التوبة تيجي لما احس اننا غلطان وربنا بار وصاياه جميلة وانا غلطت وكسرتها لما حس ان ربنا محب وانا ما قدرتش محبته فانا اخطأت فبتدي اهتوب لكن لما واحد بيبرق نفسه ساعات يتجرق ويدين الله اللي بيبرروا نفسهم دول بيتجرقوا ويدينوا وليه بيعمل كده وليه سمح لي بكده وعلشان ايه عمل كده هو شايف نفسه بيفهى احسن من ربنا وشايف نفسه مش غلطان لكن القديسين برروا الله وادانوا نفسهم وجم لربنا بتوبة وكانت رسالة يحنى المعمدان كده رسالة يحنى المعمدان انها ترشجع الناس على الرجوع لحضن ربنا اما اليهود فغالبيتهم والفرسيين بالذات رؤساء اليهود ما معتبروش كلام يحنى ده له قيمة ولما السيد المسيح قالوا معمودية يحنى كان ابن الله ام من السماء ما عفوش يجوب لو كانوا قالوا من الله يبقى لماذا لم تؤمنوا به لو قالوا من الناس الناس تاكلهم لانه هو عند الناس نبي عظيم جدا احنا عندنا فرص كتير النهاردة كلمة ربنا موجودة كنيسة الحلوة مفتوحة كل اسرار مقدسة تقدسنا وطهرنا وتسبتنا في المسيح احضان الله مفتوحة لنا النهاردة فرص التوبة موجودة ليه نفضل كسلانين ليه نفضل محلك سر عارفين المحلك سر يقولك انا بمشي ياهو يا حبيبي انت ما بتمشيش غير في مكانك ما بتتحركش ولا خطوة القداء هي الصلوة اللي قد كده والصوم شوية كده وشوية كده والعشور يعني انساها مرة واعملها مرة والكنيسة يعني اهو حتة صغيرة كده في الاخر ايه ده واقول انا ماشي ما بتقدمش فين النمو فين النمو فين النمو في المحبة فين النمو في العطاء فين النمو في الصلاة فين النمو في التبكير والشبع من ربنا ربنا ده لا يشبع منه قدس واثنين وثلاثة عندنا في الاسبوع شوفوا خمسة ايام بنصلي وفيه ايام قدسين فرصة سير القدسين اقوال الاباء الحلوة عندنا فرص ما بنستفدش ليه ده فيه ناس ربنا بيبعثهم لنا حوالينا والروح القدس يقول لنا شوف فلان ده شوف مليان نعمة زي شوف بيعمل ايه وتعلم شوف بيجي مبكر ازاي شوف بيحب كلمة ربنا وبيحفظها ازاي شوف فلان غيور على مجد ربنا ازاي وعلى حفظ المحبة ازاي نمازج جميلة موجودة قدامنا احنا مش نتكلم على حاجات موجودة في كتب قديمة ده موجود موجود النهاردة حوالينا موجودين وتلاقيهم في حالهم كده لكن منورين زي نورك طب ما انا اقرب طب ما انا اتعلم طب ما انا استفاد مرة السيدة المسيح قالت يهود على يحنى المعمدان قال لهم كان هو السراج الموقد المنير وانتم اردتم ان تبتهجوا بنور وساعة وانطفى خلاص انطفى يبدين تضلم يعني ايه وانتوا فين السراج بتاعكم ما تبقوش منورين زي وليه لك فلان كان قديس ابونا فلان ده والانبا فلان ده كان قديس لكن فين للوقتي وانت بقيتش قديس زي وليه وانت منورت الشمعتك منه ليه احنا كلنا مدعوين ان احنا نكون قديسين مش فئة معينة كلنا مدعوين ان احنا نكون قديسين نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة رسالة بوترس الاولى لصح الاول كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة وده نقطة الثالثة اللي هي التطبيق بقى ازاي نطبق في حياتنا ازاي نتعلم إزاي نمشي ورى ربنا صح القديسين بيتهانوا وبيتقلموا لكن نهاية الطريق مجد القديسين موجودين حوالينا ولازم نتعلم منهم ونستفاد بيهم ما ينطبقش علينا قول السيد المسيح اللي بيقول دلوقتي الحكمة تبررك من جميع بنيها المفروض إحنا أولاد الحكمة ولما ما نسلكش بحكمة الحكمة تتبرى مننا لأنه جاء يحنى قالوا عليه كذا وكذا جاء السيد المسيح ابن الإنسان قالوا عليه كذا وكذا وبعدين يعني الإنسان هيفضل ربنا يبعث له رسائل يبعث له نماذج حلوة ويبعث له تشجيع وهو الإنسان يفضل يغط كده في نوم عميق ينفع قديس بوليس الرسول النهاردة في البوليس يقول لنا كلام حلو لأننا محتاجين إيمان ومحتاجين مثبرة في الجهاد ومحتاجين ضمير صالح محتاجين إيمان ناظرين إلى الأمور التي لا ترى يحنى المعمدان ده كان باصص نوير دي ربنا ويتمم رسالته مش عايز تعيش مش عايز تفرح بشبابك مش عايز تتفسح لا أنا فرحي هذا قد كم أنا في أعلى مستوى من مستويات الفرح دلوقتي لأن أنا تممت رسالتي وشاورت على المسيح والمسيح جه والعروس اتقابلت معاه كل نفس اتقابلت معاه دي فرحتي حاجة جميلة قوي يحنى كان فرحان لكده فرحان أنه بيتمم عمل المسيح كان عنده إيمان وضمير صالح ومثبرة إلى النفس الأخير مثبرة وطبعا القديس بوليس الرسول بيحكي بيقول أنا كنت وحش قوي كنت مجدفاً ومفترياً ومضطهداً لكنيسة الله ولكن ربنا أظهر فيي طول أنات وأظهر فيي مرحمه فأنا حسبني أمين أن أنا أخدمه وأشكره أنا ما استهلش كل ده فإحنا محتاجين يكون عندنا هذا الإيمان وهذه المثابرة بضمير صالح ضمير صالح يعني مركز على ربنا ضمير صالح يعني أنكرت نفسي وبدور على مجد ربنا ضمير صالح يعني مليش هدف غير تمجيد ربنا ضمير صالح يعني مفيش حواجز بين قلبي وبين ربنا مفيش خطيئة مستخبية مفيش حواجز بحبها أكتر من ربنا ضمير صالح القديس يعقوب برضو يكمل في الرسالة بتاعته النهاردة ويقول تكونوا سامعين عاملين ما تبقوش بس سامعين ناسيين تكونوا سامعين عاملين وإلا تبقى بتخدعوا نفسكم وبعدين يقول لنا الديانة الطاهرة النقية عند الله الأهب هي افتقاد اليتمة والأرامل في ضيقتهم افتقادهم يعني مش بس زيارتهم افتقادهم يعني الاهتمام بيهم يعني الخدمة عمل الرحمة عمل الرحمة برح كان يمكن البعض تابع الأداس كان سيدنا البابا بيتأمل في مسأل العذرة الحكيمات والجاهلات وبيقول ان الزيت اللي في المصباح ده يشير للرحمة فجات في زيني على طول قصة السامري الصالح لما جه يعمل رحمة عمل ايه صب ايه زيت على الراجل كان معاه زيت صب زيت يلين الجراح بتاعته وصب خمره عشان يطهرها ففين المصابيح المليانة بالزيت اللي بتعمل رحمة هذه هي الديانة الطاهرة النقية عند الله الآن عمل الرحمة ممكن كلمة كلمة تشجيع كلمة سند كلمة تعزية طب عمل رحمة كبير مساعدة بسيطة عمل رحمة افتقادية تام والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم هي دي الديانة المقبولة أمام الله عمل الرحمة والقداسة عمل الرحمة والقداسة حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم يبقى فيه ضمير صالح الضمير يفسد بالخطي علاقتنا بربنا تفسد بالخطي لكن هو جاي علشان يطهرنا ويرجع علينا العلاقة المقدسة دي قديس يحن المعمدان نموذة جميل كنيسة فرحانة به وبتخصص له قراءاته لحد الأول منك ياك أنه هو بألامه وبالظلم حتى لتعرض له لكنه دخل إلى المجد وأعظم المولودين من الأنبياء من النساء وأيضاً هو النور اللي منور لنا فرصة زيه في كتير لازم نستفيد ولازم نتعلم منهم وننتهز الفرصة وآخر حاجة لازم إحنا نطبق في حياتنا نعيش بإيمان وبضمير صالح وبمثبرة في الجهاد ونحفظ أنفسنا بطهارة لكي نستطيع أن نتمتع بالملكوت لأن الملكوت ده ملكوت القديسين ولربنا كل مكد وكرامة إلى الآخر